كابتن علاء دايما لما بنجي نفتكر كاس العالم للاندية ونشوف ان النادي الاهلي ست مرات او دي سادس مشاركة للنادي الاهلي اعتقد ده بيدينا فخر كده ان احنا متواجدين باسم هذا النادي او لمجرد حتى لو عدنا من قدام الشارع عشان يعني طبعا فارق كبير ما بين مثل كابتن علاء قدى طول عمره جوه النادي الاهلي وبين اي حد تاني لعب سنة او سنتين او تلاتين او اربعة لكن في النهاية كلنا بنا نتمي للنادي الاهلي ودي في حاجة دايما يا سلام اه انا دايما بقولها وتعودت بقولها اه اي حد انتمل لنادي الاهلي بقى سواء لعب سنين وهو صغير او جي لعب في النادي الاهلي اه هو فخر ليه فخر وشرف ليه ان هو في يوم من الايام انتمل للنادي ده كمنتمل للنادي ده بغض النظر gentleman سنين الكبيرة اللي هو الضوء والسنين والؤ令ة لكن حتى اللي بيجي على النادي الاهلي بحس ان موضوع كل مختلف اي غير يعني انا عندي اتناشر سنة بالزبت في النادي الاهلي ممكن أن أنت جيت في النادي الأهلي. ما شاء الله قد جاي النجم الكبير أنت وإحمد. لما دخلت في النادي الأهلي حسيت أنتوا تمردين في النادي ده. ودي مثل النادي الأهلي. النادي الأهلي في أسلام في ميزة مش فائدة في العالم. أول ما تحط رجلك في النادي ده. أنت تطبق بطبع النادي. بطبع لعبته. بالفكرة بتاعة النادي. فكرة أن ده نادي مبنى على بطولات إنجازات. لابد أن أحسن التنادي في مصر وبعدين في الوطرة العرب وبعدين في أفرقيا وبعدين دلوقتي من أحسن نديية العالم. لأن الوقت ما فيش مستافة كبيرة بين المدريد والأعظام دايما لنادي الأهلي. بدأوا بيقول الوقت حاجة النادي الأهلي من قادية العظيمة وليس كبيرة. كبيرة دي مرحلة نحن عديناها. إنت الوقت النادي الأهلي العظيم حشان كده النادي ده سبحان الله هو حاجة الواحده خالص.